امبي السنة دي مكمل اللي حصل الموسم الماضي ماشي بشكل حلم اه كان في بعض العكوستات في بعض المباريات بس لا امبي واقف على رجلو حتى لو النتائج في بعض الاوقات كانت سلبية بس كان امبي اداءه كويس ما تحسش انه الفرقة بتقع بيعرف يرجع بسرعة امبي ممكن البدايات ما كانتش عظم شيء بس بأي كده تحسنت الامور واتذكر الكابت انت من المصطفى كان معايا في مداخل لو انت كنت معايا في مداخل حضرتك وقلتلي احنا متطمينين مش قلقانين وقد كانوا نتائج تحسنت جدا والله الحمد لله كريم انت قلت فعلا هو من من ساعة ما جي للكابتن تامير المصطفى بوجه له تحية من هنا هو جهازه الفني في الحقيقة عاملين شغل رائع مع الولاد في الحقيقة يعني وقابليهم بالمناسبة قبل بس ما الحديث ياخدنا بحب حي الادارة طبع لان بصراحة كريم صدقني والله الادارة عاملة معانا شغل كبير جدا ادارة متفهمة جدا برئيسة طبع الاستاذ امن الشريعي والاستاذ عبد الرب وامن الصندوق المهندس وقال الامام انا متعمد اقول اسامهم لان اسامهم لان هم فعلا دول بقى الجنود المجهولة يعني والمهندس خالد كمال المهندس امن جاد المهندس محمد السيد يعني الدكتور شريفة بالغيط كل دول في الحقيقة يعني ليهم بصمة وبصمة واضحة جدا مسهل لنا كل الامور في الحقيقة نرجع للجهاز الفني كابتن تامير من الموسم اللي فات في الحقيقة وهو عامل شغل رائع الكيميا مشت كويس او بينه وبين الولاد وعدنا الموسم اللي فاتنا هنا مركز سادس اعتقد البدال اتغلبنا من الداخلية اول ماتش ويمكن المداخلة اللي انا عملتها معك انا اعطيلك انا متطمن لان انا شفت الشغل اللي معمول فترة الاعداد وشفت الولاد وكنت فعلا متطمن وقد كان الحمد الله فالحمد الله احنا عندنا كمان ميزة كريم يمكن اللي مخلينا طول الوقت بنبقى متطمنين شوية ان احنا عندنا كواليتي لعبة مميز عندنا اقطاع اعتقد مصر كلها عارفة ان هو اقطاع مميز يعني ده يمكن اللي مخلينا بنبقى متطمنين ان احنا حتى ما بنفقد نجم او اتنين او تلاتة احنا بنبقى متطمنين ان هيطلع لنا زيهم ويمكن احسن يعني لما تبص على جدول الدولي اللي قتل لسه بقول جدول الدولي اه مهم في المركز التاني بتحس بيه حتى لو بشكل وموقتش في فرقة لسه ما خلصتش مطشطها بس احسك ايه وانت في المركز التاني على فكرة او طبعا هو احساس جميل جدا احساس يعني بقى انا يمكن من اول مرة تحصل لانبي ان احنا نبقى نعتبر مركز اول يعني فارق جون عن زد صح بس طبعا حتى لو في فرق لسه اه فضل لها عدد من مبارات بس هي دي حلوة الكور انت ما تعرفش ايه النتائج خاصة السنة دي بس انبي اه يعني فارق جون صح اه فارق جون يعني انا كنت ممكن ابقى رقم واحد عادي يعني صح فبعتبر نفسي اول مكرر بس برضو بعتبر ان فيه ضغطتين في القورة صحبك انت اعزب من زد بماطش اه ما خلي بالك الماطش ما زد مثلا ماطش ده ناقص له مين هيلعب مين لاش لا مثلا صح يعني فهي الفرقة هتلعب بعد والدوري مثل الدوري لمصر يا كريم السنة دي من السنة اللي فاتت اني مش طبعا مش مش هشبهه بالدوري الانجليزي بس هو فعلا اي فرقتين بيلعبوا بعض الوقت ما تعرفش يومين هيكسب صح مهما كان هم مين صح فانت كون ان انت تحط نفسك في الحتة دي في التوقيت ده اعتقد ان ده مؤشر قائد حاتوا جدول تاني يا جماعة عشان عايز اقول حاجة على الجدول انت اللي فويك اللي انت تقيبا متساوي مع امكانياته اكيد اكبر منك يعني نسبة الصرف طبعا تحتك بقى انت تحتك مين تحتك براميدي صرفه كتير تحتك المصري صرفه كتير تحتك طبع الاهلي بس الاهلي لسه لا لسه كتير وانت زمالك سيراميك لوباترا بنك الاهلي بنك الاهلي انديه اللي عندها بوضجت كبير جدا ميزانية كبيرة بتشترف منها عشان كده قلتلك ان احنا عندنا منجم بيخليني متطمن يعني الانديه دي امكانياتها المادية بتخليها تجيب اللاعيبة اللي هي عايزة انا قريدي انا اللي بصنع اللاعيبة دي ممتاز في قطاع النشئين فده اللي مخليني اقدر انافس فرق زي دي ودي حقيقة انا مش بقول كلام والله يعني انا فعلا احنا عندنا كواليتي لعيبة في قطاع النشئين اه يمكن مرك واتتلاتي معك السنة اللي فاتت قلتلك انا عندي تضخم في اللاعيبة كويس انت كان عندك قبل بداية الموسم قلتلي حاجة ودي هفتح بيها حاجة مهمة جدا دلوقتي قلتلي امبي عنده لعيبة مميزة جدا بس انا مش هنستغنى عن اي لعبة دي حقيقة صح كده دي حقيقة السنة دي السنة دي اه كلها كلها ولا في يناير ولا في يناير اكيد اكيد ارجعلك ارجع انت عرفني حتى لو الارقام كبيرة اه الارقام لسه قد بتكلم مع حد خارج الهواء قبل ما اعضب معك يعني اه مهانة دلوقتي مثلا مثلا الرقم الكبير مثلا هنقول خمسة انا بدي مثال يعني خمسة لا اللعيب ده انا لو صبرت عليه شوية مش عشان ان انا سعره يزيد عشان حاجته عشان اكون انا عملت بديله ده مهم ده مهم اوي الحاجة التانية ان هو بدل خمسة هيبقى بسبعة لانه احنا عندنا في امبي طول الوقت بنحب نطور في اداء لعبتنا سواء احنا منقطعنا شينا او احنا جايبينه مبارا صح يعني كل اللعيبة اللي احنا بنتعامل معاها يا كريم تملي بيجي عندك بشكل بيخرج من عندك بشكل مختلف تماما صح فهو دي الكصة فانا المبلغ الكبير اللي هيجيلي في يناير ده ممكن اخسر بيه حاجة مهمة اوي ممكن اخسر الجدوى اللي انت كنت بتشاورى علي من شوية طب انا ليه تم انا استحمل شوية الموسم ده لان على فكرة استراتيجية النادي عندنا هو ده ان احنا بنطلع النجوم حتى اللوجن بتاعنا دلوقتي ان انت نصنع النجوم